ومن المغرب إلى تركيا حيث وصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردغان وقد كان في استقبال بن زايد وزير التجارة التركي محمد موش مسؤولون آخرون في مطار آسينبوة بأنقرة وتعتبر زيارة بن زايد لتركيا الأولى منذ عشر سنوات شهدت تقلبات عديدة بين البلدين وتصريحات عدائية متبادلة بفعل المواقف السياسية المتباينة التي تبناها الطرفان على غرار الموقف من ثورات الربيع العربي ومحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا وأزمة حصار قطر إلا أن الاتصالات والمشاورات الثنائية عادت من جديد بين أنقرة وأبو ظبي في الأشهر الأخيرة لتتوج بزيارة بن زايد الرسمية للبلاد ترجمة نانسي قنقر 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 في هذا العرض أبرز محطات العلاقات التركية الإماراتية في السنوات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر 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 ولا توجد أي مصلحة من هذا التدعوض والخصومة والسياسات الخصومة ما هي هذه المصالح؟ أعلنت بأنها ستنهي سياسات الأعداء والخصومة تجاه تركيا ورحبت تركيا هذه الخطوة وهناك مصلحة وجاءت هذه الزيارة من قبل الرئيس التركية رجب طيب أردوغان واليوم شاهدنا في أنقرة تمت تلبية هذه الدعوة وجاءت هذه الزيارة لكن ما هي هذه المصالح للطرفين كما تفضل؟ هناك مصالح كبيرة كثيرة حقيقة يعني مهما ننتقد سياسات دولة الإمارات دولة إمارات يعني دولة ذات نفوذ في منطقتها ولها إمكانيات خاصة يعني إمكانيات المادية التمويلية بكل تأكد وتلعب دورا بالكل الأسف لعبت دورا تخريبيا ولكنها يعني عبر تصريحاتها الرسمية منذ شهور بأنها تنفي تغيير سياساتها خاصة تجاه التركيا وبأنها ستهتم من لئة التنمية الاقتصادية بدلا من التطورات السياسية وظهرت مواقف إيجابية تركيا يعني أقول بالاختصار ليفهم المشاهد هناك مصالح اقتصادية مشتركة كبيرة كانت حجم التبادل التجاري بين تركيا وأبوظبي بين الإمارات يتجاوز 15 مليار دولار تراجعت إلى 8 مليار دولار رغم كل هذه التوترات العلاقات الاقتصادية جيدة لمصلحة الطرفين ومن خلق السياسية مسألة مهمة تقريب وجهة النظر تنعكس بشكل إيجابي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة محمد السويدي أعلن قبل قليل أنه تخصيص الإمارات لـ 10 مليارات دولار لإستثمار في تركيا وبالتالي الأمر هذا الرقم التي تفضلت فيه سيكون أكبر من ذلك أيضا لكن هو إذا ما ذهبت الإمارات باتجاه دولة أخرى ربما لن تكون الضجة كبيرة كما جاءت إلى تركيا أو أعادت العلاقة بين تركيا والإمارات لماذا؟ لأن الأتراك بشكل واضح خلال السنوات الماضية كانوا يتهمون الإمارات بالوقوف خلف محاولة الإنقلاب الفاشلة في العام 2016 هذا من جانب آخر هناك خلاف بين الطرفين في ليبيا على سبيل المثال هناك خلاف في ما يعرف بتوجهات الفريقين أو الطرفين بالتعامل مع الإسلام السياسي بين قوسين أضحى هذه وهناك الثورات المضادة أيضا هناك أمر قادته الإمارات رفضته تركيا وبالتالي قد يبدو الأمر مستغرب هنا لأن تركيا تحديدا هي من تلتقي مع الإمارات وليس الدولة أخرى قلت أن السياسات الإماراتية تجاه تركيا والمنطقة كانت سياسة تقريبية ولكنها منذ فترة منذ السنة الغيرة وبعد ربما الخلافات ظهور الخلافات مع الجانب السعودي بين الإمارات والسعودية ومسألة القطر والتقارب وتحسين علاقات مع قطر بدأت التغييرات العالمية وتغيير الإدارة في البلاد المتحدة كأن الإمارات بدأت تغير سياستها صحيح هناك خلافات صحيح هناك اتهامات غير رسمية بدعم الإمارات للإنقلاب في محاولة الإنقلاب في تركيا ولكن هذا لا يوجد هناك اتهام أو دليل رسمي ولكن من الظاهر كانت هناك سياسات مختلفة هناك خلافات في سوريا في ليبيا وعدد من القضايا والخلافات بدأت هكذا بالنظر إلى جماعة الإخوان وما حصلت في مصر من الإنقلاب ومن الضالج هذه كلها صحيحة ولكن إذا كانت هذه الدولة تريد تغيير سياستها وعدم استثاف تركيا ومصالحها التركية وهناك مصالح مشتركة أصلا لا ماني أو من الطبيع أن كذلك تبادر تركيا لتحصين هذه العلاقات أعتقد أن تبقى العلاقات جيدة أحسن من هذا التباعد في حال التباعد لا يمكن التأثير لسياسة أي دولة ولكن في حال تحصن علاقات أعتقد ستكون هناك تفاعل مشترك الزيارات المتبادلة والاستشارات ستفيد للطرفين وستساهم لتقريب ربما المواقف والوجهات النظر ربما قد ننتظر أو نأمل لتغيير دولة الإمارات سياستها تجاه تركيا والمنطقة أن تكون هذا عامل إيجابي لتقريب المواقف بمعنى أن هذا التقريب لن يكون متصرا على مسألة دعم الاقتصاد من هنا أو من هناك حتى سينعكس كذلك على المسارات الأخرى سواء في ليبيا في الغانستان أو حتى ربما في مصر في ذل تقارب تركيب مصري المسألة ليست مسألة الاقتصادية الصحيح هناك صعوبات اقتصادية الآن في تركيا وتركيا منفتحة اقتصاديا على الجميع وتنتظر استثمارات أجنبية خارجية ولكن بنفس الوقت هناك مجالات كثيرة ممكن الاستفادة من تركيا في مجال العسكري الصناعة الأسكرية الأمنية المسائل التفاعية بدلا من اللجوء إلى الأطراف الغربية وإسرائيل تركيا تستطيع أن تساهم لكل ما تحتاجه دولة الإمارات أو دول الخريج عسكريا حتى وكذلك هناك حاجة لتقرب وجهة النظر في ليبيا يعني التباعد وسياسة الخصومة ضعم للطرف والضعم للطرف الآخر لا تساهم بشكل إجابي للليبيين هناك الآن مسار الحال في ليبيا أعتقد كلها يعني أن تدخل ليبيا في مسار الحال ساحمت في تقريب وجهة النظر بين تركيا ومصر من جهة وبين تركيا والإمارات من جهة الأخرى يعني ما أريد أن أقول باختصار التقارب بين دول المنطقة ستنعكس بشكل إيجابي على قضايا قضايا المنطقة قضايا المنطقة وبالتالي هل يفهم من هذه الدعوة التركية للإمارات بأن هناك محاولة من قبل أنقرة للعودة إلى عشر سنوات خلت وبالتالي سياسة صفر مشاكل كانت تبحث عنها تركيا في ذلك الوقت سياسة أنقرة كانت تريد سياسة صفر المشاكل ولكن سياسة صفر المشاكل لا تكن ولن تكن من طرف واحد ولا بد لأن تظهر الطرف يظهر الطرف الآخر حسن النواية كذلك مثلا على سبيل المثال تركيا كانت تريد على الأقل جيدة جدا استراتيجية مع سوريا ولكن عندما بدأ النظام بهذه المشاكل بهذا القتل والحرب لم يكن بإمكان الاستمرار على حسن العلاقات حسن الجواد مع كل هذه الحوادث أعتقد الكل استفاد من درس عشر سنوات الماضية والكل يحتاج إلى البعض وبالتالي هل نشهد مثلا بشار الأسد في المرحلة المقبلة في أنقرة هل تعود مثلا على علاقات الإسرائيلية التركية كذلك طبعا هذه المسائل منفصلة ربما مرتبطة بشكل ما ولكن كذلك مسائل منفصلة عن بعضها البعض يعني العلاقات التركية الإمارات الشاي والعلاقات التركية السورية والنظام شيء آخر ولكن لا أتوقع طبعا بدون حدوث تغييرات جزرية في مصر لا أتوقع تحسن علاقات بين أنقرة والشام وعلاقات التركية الإسرائيلية منفصلة علاقات التركية الإماراتية ولكن المسار آخر لكن الأمارات عادت مرة أخرى إلى المشهد السوري مع النظام ولديها علاقات جيدة اليوم مع إسرائيل وبالتالي عملية تقريبات النظر واردة في هذه الحالة قد تساهم بشكل إيجابي ولكن كما قلت هناك أجندة لأنقرة يعني أنقرة لا تتحرك وراء الإمارات بالتأكيد لا أقصد ذلك ولكن من الممكن تقريب وجهات النظر هكذا قلت أشكرك جزيلا هذا مطروح للنقاش ولكن يعني هناك أسابات أخرى لكل الدولة أشكرك جزيلا أكتاي الماز الكاتب والمحلل السياسي التركي شكرا جزيلا لك